شعرت اليوم باحتقان في البلعوم وبداية نزلة برد أو زكان كما يعاني كثير من الناس في فصل الشتاء البارد لذا سارعت إلى إعداد الوصفات الجورجية الشعبية الشهيرة لعلاج هذا سريعا وهنا أعرض لكم بعض هذه الوصفات الشعبية المشهورة لدى الجورجيين لمعالجة الزكام ونزلات البرد الطريقة الأولى هي بأخذ حبات الثوم وهرسها وتوزيعها في صحون صغيرة في كل أرجاء المنزل وذلك لاستنشاقها من الجميع فالثوم لدى الجورجيين أداة فعالة وسريعة في مكافحة الرشح والزكام أما الطريقة الثانية فهي بمزج مسحوق الثوم هذا بالعسل وشرائح الليمون وطبعا الجورجيون مشهورون بالعسل الطبيعي ذو الجودة العالية بالتالي هذه الطريقة سهلة ومتوفرة للجميع وتصلحاتان الطريقتان للصغار والكبار أما الطريقة الثالثة فهي الطريقة الطبية أو الدوائية لا يعتمد الجورجيون كثيرا على المضادات الحيوية مثل الأوغمانتين وغيره بل تنتشر في الصيدليات ظروف لمسحوق التوتي البري أو ما يسمى جولو لدى الجورجيين وهو النوع الأول والأكثر فعالية في مكافحة الجريب والزكام وهناك أنواع أخرى أيضا من هذا المسحوق كالليمون وغيره طبعا يدخل في تكوينها بعض المواد الدوائية الأخرى أما طريقة استخدامها فذلك بتسخين الماء جيدا إلى حد ما قبل الغليان أي لا يجوز أن يكون الماء مغليا بعد ذلك يذاب المسحوق في كوب من الماء الساخن هذا ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم وعن تجربة الشخصية فبعد تناولي للجرعة الثانية منه أشعر بتحسن كبير جدا رغم أن خياري المفضل هو المتة بالزنجبيل لكنها صراحة لا تغني عن كل ما ذكرت سابقا أتمنى لكم شفاء عاجلا في أمان الله